السلام عليكم ازايكم اده كاترة عاملين ايه الاخبار يارب تكونوا بخير النهاردة هنتكلم عن محاضرة من محاضرات شابتر الهيمتولوجي وهي محاضرة المييلو بيروليفراتيب نيوبلازم طيب دي واحدة من المحاضرات اللي هنشرح فيها السرطانات اللي بتحصل عندنا في امراض الدم ده نوع من انواع السرطانات اللي بيطلع عندنا منين اللي بيطلع عندنا من البون مارو استمسل طيب نبدأ كده اول حاجة باسم المرض المرض اسمه ايه اسمه مييلو وكلمة مييلو معناها ان هو جاي من المييلو سايت اللي هي مبون مارو سيل بتاعتنا وكلمة بيروليفراتيب معناها ان الخلية بتاعتنا دي بيبدأ يحصل فيها تبدأ تنقسم بشكل كبير وكلمة نيوبلازم يعني ورم خلاص هنبدأ اول حاجة بالدفنيشن بتاع المرض بتاعنا هو عبارة عندنا عن ايه هو عبارة عندنا عن نان لوكيميك يعني المرض ده مش لوكيميا هيتروجينس جروب مجموعة من الامراض طالعين منين طالعين من الكلونال هيماتو بوهاتيكستمسل اللي هي المقصود بيها مين البون مارو سيل بتاعتنا تمام بيطلع منهم ورم والورم ده بيكون بيتميز بيه characterized by excessive proliferation يعني uncontrolled proliferation او انقصام of one or more of cell lines بتاعنا اللي هم الاريثرويد او الميجا كاريوسيتيك او الميلويد لاين بس اخلي بالكم من حاجة مهمة قوي ان الخلايا اللي بتطلع السرطانية اللي بتطلع عندنا هنا بيكونوا ايه relatively of normal maturation يعني لو تفتكروا كان في حالة الأكيوت لوكيميا كانت الخلايا بتاعتنا بتكون ايه بتكون ايه بتكون ايماتيور لكن في الحالة دي هم ايه بيكون معاهم normal maturation بس مش maturation بدرجة كاملة لا بيكون relatively normal يعني فيه خلايا حنعرف بعد كده ان هي بتبقى عددها زايد و maturation لكنها مش function فمش عاملة full maturity وعشان نفتكر دي عندنا منظر من الهيماتوبواتيكستامسل بتاعتنا بنأثر على المرض ده بيطلع في one of these cells يما يطلع عندنا مثلا في الميلويد سيل بتاعتنا ويبدأ يطلع عندنا y blood cells كتير يما يطلع عندنا في cells اللي بتطلع عندنا erythrocytes ويطلع عندنا red blood cells كتير وسوف سنسمي المرض ده polythysemia vera يما يطلع عندنا من ال mega carioblast ويطلع عندنا bleaklets كتير طيب ايه انواع الامراض اللي موجودة عندنا او انواع السرطانات دولة هم تلات انواع علينا لانتدكق حالينا في الدرس ده أول نوع اسمه primary myelofibrosis ثاني نوع عندنا اسمه essential thrombosycemia وتالت نوع عندنا اسمه polycycemia vera هندرسهم بالتفصيل طيب إيه الباثوجينيسز اللي بتحصل عندنا يعني العيان ده بيحصل له إيه يتأدى يعني يؤدي في الآخر إننا يحصل عندي النيوبلازم ده إحنا عندنا جين اسمه إيه الجين بتاعنا ده اسمه الجاكتو جين الجان الجاكتو ده موجود عندنا على كرموزوم نمرة 9 بيبدأ يحصل فيه إيه الجين ده يحصل فيه طفرة جينية يحصل فيه ميوتيشن والميوتيشن ده بيؤدي إلي إيه إننا يحصل عندنا uncontrolled proliferation of mean أو في السلزة بتاعتنا الجاكتو جين ده هو أصلا موجود فين قلنا موجود عندنا على الشورت ARM of كرموزوم نمرة 9 وديه tricket mcq بتجيلكو على طول خلاص وعلى فكرة فيه tricket mcq تانية إيه هم أنواع الميلوبروليفتب نيوبلازم يعني بجيلكم سؤال في المساك يقول لكم all of the following are proliferative نيوبلازم دي برضو tricket mcq تانية طيب تالت حاجة هو إيه بقى نرجع تاني لكلامنا قلنا إن الجاكتو جين بتاعنا لوكيتد عندنا على مين على الشورت قرمة بتاع كرموزوم نمرة 9 اتنين إن الجاكتو ده under normal condition هو بيعمل إيه هو بيطلع عندنا بيكود فورا بروتين البروتين ده مسؤول عن إن هو يكونترول يعني يسيطر على production of the blood cells بتاعنا خلاص كده يعني يخلي كمية البلوت cells اللي بتطلع تكون ايه متحددة لا زيادة قوي ولا لقصة قوي طيب لو حصل فيه mutation هيحصل عندنا uncontrolled proliferation of the cells ويبدأ يعمل عندنا الايه النيوبلازم اللي احنا هندرسه دلوقتي طيب الجاكتو ميوتيشن ده موجود في أكتر من 90% في الحالات اللي عندهم بوليسيسيميا فيرا اللي هو المرض ده خلاص وفي 60% من الحالات اللي عندهم essential thrombosisemia اللي هو تاني مرض وفي 60% من الحالات اللي عندهم primary myelofibrosis طيب عايزة اتفق معاكم عن حاجة كمان احنا اتفقنا ان احنا عندنا حاجة اسمها ايه ان المرض ده malignancy واتفقنا ان اي malignancy عندنا عنده certain criteria اول حاجة كان عنده ايه كان عنده general conestitution والسيمطومز بتاعنا مش كده ادي كده اول حاجة طيب تاني حاجة عندنا كان بيعمل ايه كان بيتند ان هو يعمل infiltration او اللي ما نسميها metastis يعني يروح للايه يروح يقتحم other organs ويبدأ ان هو يبروليفريت فيها فيعمل عندنا organomygely يكبر الورجنز دي تلاتة احنا عندنا زيادة في عدد الايه blood cells بتاعتنا الخلايا بتاع الدم فلما يزيد عددهم يبقى حيزيد الايه turn over بتاعهم يعني ايه كمية turn over يعني تكسير الخلايا دي وقالنا لما الخلايا كميتها بتزيد ويتكسر زيادة بتزود عندنا حاجتين ايه هم الحاجتين دولت ال ldh صحيح كده واليوريك اسد اللي كان بيعمل عندنا ايه جاوت كل الحاجات دي احنا كنا مسبدانها في الايه في السلطانات اللي موجودة عندنا لقبل كده ايه كمان برضو عندنا خلاص ان الماليجنان سالز دولت بيكونوا ايه non functioning cells يعني مش بيكونوا سالز بيقدوا وظيفتهم بالايه بالشكل الكامل يعني ممكن شوية منهم يبقوا functioning بيشتغلوا بشكلهم الطبيعي وممكن بقيتهم ما يكونوش ايه functioning cells دلوقتي انا جمعت لكم الدرس ده كله في شكل جدول compare مجمعين في ايه التلات امراض بتوعنا اللي هم التلات امراض اللي سميناهم ايه myeloproliferative neoplasm اول مرض اسمه ايه اسمه polythiasemia vera يعني ايه من اسمه كده يعني ايه كلمة polythiasemia يعني انا زودت تصنيع من r blood cell طب تعالوا نقرأ definition اول حاجة ده clonal malignancy ده نوع من انواع السرطانات بيأثر عندنا على مين على certain clones of red blood cells او certain clones of ايه sorry bone marrow stem cells بيطلع من bone marrow stem cells وبيأدي عندنا الى ايه increase in production of mean of the rbc mass فيبدأ العين يحصل له ايه يزيد عنده red blood cell formation يعني السرطان ده بيطلع عندنا من bone marrow stem cells من ايسل الerythroblast cell تبدأ تطلع عندنا مين ان في many of these patients في العديد من الحالات دي بيكون عندهم زيادة في الجرانيولوسايت خلاص كده يعني اللي هم من الجرانيولوسايت اللي هم البيزوفيل والإزينوفيل ومين تاني والنيوترفيل وزيادة كمان عندنا في مين في تصنيع البليدلت ادي كده ايه اول مرض عندنا هنتكلم عليه طيب طب نحب نكمل كده المرض ده بيحصل اكتر فين في الناس الكبار في السن اكتر مع الناس الالدر وبيأثر على الرجالة قد الستات يعني ما عندناش سيكس ديفرنس يبا دي كانت تاني معلومة طب ايه الكلينيكل بيكتشر بتاعتنا ركزوا معيها ده كترة اول حاجة خالف احنا اتفقنا عليها هو ايه ان العيان بتاعنا ده عنده جنرال منيفستيشن او بنسميها كونستيتيوشوال سيمتومس او اعراض عامة والاعراض العامة دي سببها ايه قلنا بتبقى موجودة مع اي سرطان نتيجة الهايبر متابوليكستيتي اللي موجودة عنده فالعيان ده عنده فيفر والعيان ده عنده هدك وعنده انوريكسيا وعنده مالييز وعنده نايت سويت واني في اي سرطان بيكون معي انكريز في السيل بروداكشن فمعي انكريز في السيلور تيرن اوفر فالعيان ده عرضة ان يجيله جوت ليه لان انا زودت تطلوع من اليوريك اسد من تكسير الخلايا بتاعتي خلاص كده وانحنا عارفين ان اليوريك اسد لما بيعلى بيروح يترصب في المفاصل فيعمل عندنا ويترصب عندنا في الكلا ويعمل عندنا نيفريتس واللي تنظر على بعض بنسميهم ايه بنسميهم جوت اللي هو الاسم التاني بتاعه نقرص خلاص واتفقنا برضو ان احنا الخلايا اللي موجودة عندنا دي ممكن تروح انفلتريت اثر اورجن يعني تروح لأثر اورجن وتبدأ انها تقتحمه وتبدأ انها تكبره زي مين زي الليفر وزي الاسبلين فيبدأ العيان ده ممكن يجيله هبات وميجلي وممكن يجيله ايه كمان اسبلين وميجلي اظن الكلام ده كله مفهوم ومكرر من قبل كده فضل عندنا بقى ايه الاعراض اللي بتكون اسبيسيفك نتيجة ايه نتيجة المرض بتاعه اول حاجة احنا اتفقنا ان المرض ده بيكون معا ايه انكريز في الريد بلوتسيل ماس بتاعتنا يعني كمية الاربيسيز اللي موجودة عندنا حصل فيها ايه زادت طب لما تزيد كمية الاربيسيز بيحصل عندنا ايه في الدم بيبدأ الدم تزيد اللزوجة بتاعته يعني يبقى عندنا حاجة اسمها ايه هي بار فيسكوستي يعني تزيد لزوجة الدم يبقى كده اول حاجة اثنين ها العيان ده لما الدم بيزيد بيبدأ يحصل ايه الفليودي يبدأ ان هو يشفت من الانترستيشم يخش عندنا جوه ايه جوه الايه البلوتسيل بتاعنا فيبقى عندنا هايبر فوليميا يبقى عندنا هايبر فسكوستي وعندنا هايبر فوليميا طب وطبعا هايبر متابوليكستيت احنا عرفنا الاعراض بتاعتها اللي احنا قلناهم تحت طيب ناخد بقى الهايبر فسكوستي والهايبر فوليميا بيعملوا ايه ممكن يخلوا الدم اللي واصل للمخ يبدأ ان هو يقل ليه لان الدم بقى لازك فما بقاش بيمشي كويس فقل البلوتسابلاي اللي واصل للبرين فالعيان ده ممكن يكون بلين من ايه هدك صداع او بليرنج اوفيجن يعني ازا غلالة في الرؤية او فرطيجو يعني يحس بدوخة او ممكن يجي له فنتنج يعني يفقد الوعي بتاعه ادي كده اول حاجة اتنين ان العيان بتاعنا ده ممكن الفيس بتاعه ماجي بص عليه على ايه بليثوريك يعني ايه كلمة بليثوريك فيس يعني الشخص ده وشه بيكون احمر طب ايه اللي مخلي وشه فيه حمار كده موجودة عند الالتشيكس بتاعه او في الوجه بتاعه نتيجة ان انا ايه زودت الاربيسي البلوتسابلا بتاعتنا مليانة باربيسيز فده مسؤولة عندنا عن حاجة اسمها بليثوريك فيس وكلمة بليثوريك معناها ريد فيس طيب فيه حاجتين موجودين عند العيان بتاعي احنا اتفقنا ان من ضمن الحاجات اللي بتزيد في مرض البوليثوريك فيرا هو مين البيزوفيل وعارفين ان البيزوفيل ده خلية جوها ايه جوها جرانيول الجرانيول ده مليانة ايه مليانة هستامين طب الهستامين ده لما بينزل عندنا بيبدأ يعمل ايه بيبدأ الهستامين ده احنا عارفين الهستامين ده بتاع الالرجي والحكة دي بتشبقى مشهورة انها بتحصل اكتر افطر هوتباس لان الهوتباس ده بيستيميوليت البيزوفيل ان هم يطلعوا الهستامين منهم فنقل ان عنده حاجة اسمها برو رايتس يعني حكة في الجلد due to increase افطر هوتباس due to increase بيزوفيل ماس والبيزوفيل ده زوده عندنا طلوع من الهستامين طيب حاجة كمان احنا عارفين برضو ان الهستامين بيعمل irritation للنيرف فالعيان ده عرضة ان يحصل له ايه burning sensation يحصل عنده في الفينجر وفي التوز بتاعته في صوابع ادي وفي صوابع رجلي ويكون معاهم اريسيما يعني حمرار او سيانوزس يعني زرقان وبيسموا السين ده اريسرو ميلالجيا كلمة اريسرو يعني احمر وميلالجيا يعني وجع او حرقان موجود عندنا في الاعصاب بتاعتنا والعيان ده برضو ممكن يجيله ايه هيبر تنشط ضغطه يعلى طب ليه ضغطه يعلى نتيجة ان البلوت فيسل بقى فيها هيبر فيسكوستي وعندنا هيبر فوليميا طيب اخر معلومة عايزين نقول عليها خالص هو ايه دلوقتي العيان ده كمية الاربيسيس حصل فيهم ايه زادوا في الدم ولما لزوجة الدم تزيد يبقى نسبة السرومبوزس اللي هو التجلط اللي في الدم بيبدأ يحصل فيها ايه بتبدأ انها تعلى فالسرومبوزس بيحصل عندنا عنده زيادة في تصنيع البليتلت بس البليتلت اللي بتطلع عندنا دي هل هم فانكشنينج بليتلت لا مش بيكونوا فانكشنينج بالشكل الطبيعي والبليتلت لما تكون مش فانكشنينج كويس يعني ما متكونش شغالة بشكلها الطبيعي العيان ده بيبقى عرضة ان يجيلوا ايه هيموريج يعني يجيلوا نزيف وده بيحصل عندنا في 20% يعني في 20% من الحالات بتاعتنا تمام يا ده كترة تمام طيب قبل ما اطلع من الحالة تكنيكال بيكتشر عايزين نعرف ايه تركات الامسي كيو اللي عندنا اول تركة امسي كيو الاليثرومي لاجيك بتجيلكم في الامسي كيو ان دي من ضمن الفيتشرز بتاعت البليتلسيم يا فيرا البروريتس افتر هوتباس برضو تركة امسي كيو النسب بتاعت السرومبوزيس والنسب بتاعت الهيموريج برضو تركة امسي كيو عندنا هنا فاريت نتأكد منهم ان احنا عارفينهم كويس ومعلمين عليهم طب لانا وجيت عملت العين ده complete broadcast عملت له CBC متوقع لقي عنده ايه اكيد حلائق الاربيسيز بتاعته ايه عالية خلاص كده وحلائق الهيموريج بتاعته ايه عالي وحلائق الهيموريج بتاعه عالي يعني ايه كمية الهيموريج يعني كمية الهيموريج يعني كمية الايه لان احنا كمية الاربيسيز بتاعتنا زادت فلما زودت تصليع الRBCs يبقى كمية الهموجلوبية اللي موجود داخل الRBC سيكون عالي هذه كده اول معلومة عندنا طب تاني معلومة عندنا هو ايه العيان ده اتفقنا ان بيكون عنده زيادة فين في الجرانيولوسايت يعني الY blood cells بتاعته هتكون ايه هتكون عالية ومين يمين مين لي الNeutrophils بتاعتنا والبيزوفلز ومين كمان والإزينوفلز بس هنا ما تذكرتش او ما تقلتش في المحاضرة طيب وقلنا كمان العيانين بيكون عندهم ايه increase في البليتلت بتاعنا يعني البليتلت كونت بتاعنا بيكون عالي والبلود فيسكوستي بتاعتنا بيكون عالي فيه نقطة اخيرة ومهم ما عايز اكد عليها ايه بقى النقطة دي بصوا تكتر دلوقتي احنا فيه هرمون عندنا بيطلع من الكلة خلاص كده اسمه إيريثروبويتين يعني انا لو افترض ان دي الكيدني بتاعتنا خلاص بتطلع عندنا هرمون اسمه إيريثروبويتين والإيريثروبويتين هرمون ده بيروح يستيميولات البون مارو يقول البون مارو ايه صنع اربيسيز طيب والأربيسيز لما كميتها بتكون عالية بتبدأ تعمل عندنا حاجة اسمها ايه نيجا تفيد باك انهيبشن يعني تروح تعمل انهيبشن لمين لتلوع الإيريثروبويتين خلاص كده من الكيدني تقول الكيدني ما تطلعيش إيريثروبويتين تاني فيبدأ الايه فتبدأ للاعيان ده بقى رمضة ال الاربيسيز كمية الاربيسيز لا تزيل Intro طيب العيان ده عنده سرطان بيكون تعمل ان كمية الاربيسيز كمية الاربيسيز عندنا تكون مت secure طيب لما كمية الاربيسيز عندنا بتبقى عالية قوي كده هيبدأ يبقى العيانان ده عنده الإيريثروبويتين سيبقي ليه لانهيبشن الستقيميول للكيدني الهيه انها لم تطلعش عندنا إيريثروبويتين تاني ودي برضه تركة MCQ طيب تاني حاجة عندنا هنتケلم عليه او تاني سرطان عندنا هنت SurahNam�ov تاني سرطان عندنا هنتكلم عليه اسمه ايه بقى اسمه يبقى نوعي من الانواع السرطانات اللي بيطلع عندنا ثان على انهي خلية لو نفتكر من الصورة اللي فاتت بيؤثر عندنا على fuse على الخلية دي اللي هي بنسميها ايه اللي بنسميها الميجا كاريو بلاست بيطلع السرطان من هنا ويبدأ يخلي السل دي تبروليفريت بشكل مش طبيعي فيزود عندنا طلوع من البليتلتس بتاعتنا يبقى ايتيز اكلون الماليجنسي سرطان طال عندنا منين من البون مارو استيم سيل من انهي سيل من الميجا كاريو بلاست بيقدي عندنا الى ايه اكساسيف بروليفريشن وفي الميجا كاريو سايت بتاعتنا فيبقى عندنا ايه زص يعني بيقدي الى في البليتلت كاونت يريتني زودها ان البليتلت كاونت عندنا حيحصل في ايه حيبدأ ان هو يعلى يبقى دي كده اول حاجة تاني حاجة الانسدنس تاعتها يعني نسبة الحدوث هي بتكون مور ان اضلت يعني بيحصل فين في سن الشباب ده كان بيحصل في الالدر وحناعرف ان التالت سرطان عندنا برضو بيحصل في الالدر لكن ده بيحصل في سن الشباب وبيأثر على السيدات اكتر من الرجال ودي مهمة وتركة MCQ وتاني تركة MCQ ان ده الموست كومن مييلو بروليفريتف نيو بليزيا يعني في التلاتة دولت مين فيهم الاكثر شيوعا والاكثر حدوثا هو الاسنشل ثرومبو سايتوزيس طيب نتكلم عندنا على مين على الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا يعني ايه الاعراض اللي بتحصل للعيان بتاعنا طيب بصوا ده كده اولا احنا اتفقنا ان اي سرطان بيكون معاه Hyper metabolic manifestation واحنا ذكرناهم قبل كده هنا واتفقنا ان عنده برضو جوت والجوت عندنا بيحصل نتيجة ايه اننا زودت اليوريك أسد برو داكشن بتاعنا واتفقنا برضو ان عندنا organ infiltration فالعيانين عندهم سبيينوميجلي خمسين في الموارد حالي بيكون عندهم سبيينوميجلي نتيجة ان الطحان دخل فيه ايه حصل له تضخم عشان المريجنان سلزة عمله فيه infiltration فضل عندنا باقي ال specific manifestation يعني الاعراض ال specific اللي بتميز المرض دا هما ايه اولا احنا اتفقنا ان كمية البليتلتس عندنا ايه عالية خلاص طب لما البليتلت كاونت عندنا بيبدأ ان هو يعلى بيبدأ ان احنا يحصل عندنا ايه بيزود شوية في الفيسكوستي اوف دابلوت خلاص كده يعني يزود برضو في لزوجة الدم فالعيان بيكون عرضا يحصل له ايه ثرمبوزيس تجلط لكن نتيجة ان البليتلت اللي بتطلع عندنا دي بتكون مالجنان سلز يعني خلايا سرطانية يعني مش بيكونوا فانشنان سلز فالعيان في نفس الوقت اللي هو بيكون عرضا فيه ثرمبوزيس بيكون برضو عرضا ان يحصل له ايه لو تعرض لتروما او حاجة زي كده يتعرض لهموردش يعني هو بيحصل فيه حاجتين بيحصل فيه ثرمبوزيس وبيحصل فيه هيموردش ادي كده اول حاجة والنزيف ده ممكن يحصل عندنا من الجهاز الهضمي من الجسترو انتسايل التريكت او من الميوكوزة بتاعتنا خلاص كده زي مثلا النيزة الميوكوزة فيبقى عنده حاجة اسمها إيبستاكسز يعني نزيف من الأنف او من الميوكوزة الموجودة في اليوروجينتال تريكت فيبقى عنده مثلا هيماتوريا خلاص كده يعني يتبول دم وكمان نتيجة اننا زودت الفيسكوستي of the blood غير ان هيجيلي ثرمبوزيس ممكن يحصل ايه نفس الكلام اللي قلناه قبل كده اننا نجيلي هادك صدوع او visual disturbance يعني اذا غلالة في الرؤية او ديزنس يعني دوخة او يجينا برضو ايه parasyzia يعني تنميل او ساعات العيان ده من كتر ملدمن بيقل عندنا لمخ ممكن يعمل عندنا حاجة اسمها ايه seizures تشنجات وساعات بيجينا كوتينس alcers يعني قرح في الجلد وساعات برضو العيان ده بيكون معا associated برضو erythromyalgia ادي كده حاجة اللي يهمني في الحتة دي هو ان الهادك بتاعنا ايه نوعه vasculeridic علموا عليها وكتبوا عليها mcq ادي كده اول حاجة وتاني حاجة تهمني ان انا بيحصل عندي الاثنين estherombosis والhemوريج اكتبوا برضو عليها triket mcq وان التحال بيتضخم في خمسين في المية من الحالات اكتبوا برضو عليها triket mcq فضلنا بس من ال specific maniflation التاني احنا اتفقنا ان المرض ده بيحصل فين في الادلت يعني في سن الشباب وبيأثر على السيدات اكتر من الرجالة طب السيدات في سن الادلت عرضا ان هما ايه يحملوا يتجوزوا ويبدأوا ان هما يبعزين يخلفوا فيحملوا فالست البلاسينتة بتاعتها اللي هي المشينا بتاعتها اللي بتغزي الطفل بتاعها ممكن يبدأ يحصل فيها ايه تجلط او نزيف فيبدأ يعمل عندنا سواء تجلط او سواء حصل نزيف بيبقى يخليها عرضا ان يجي لها حاجة اسمها ايه abortion يعني اجهاض يعني البلاسينتة دي يحصل فيها تجلط او يحصل فيها bleeding فيجي لنا حاجة اسمها ايه abortion او ان البلاسينتة دي يعني يحصل له اجهاض للطفل او اتنين ان الطفل ده كمية الدم اللي وصل من البلاسينتة قليلة فيبقى عندنا حاجة اسمها fetal growth retardation او حاجة تانية بنسميها ايه premature delivery يعني الولادة المبكرة او placental abruption يعني بلاسينتة تبدأ انها ايه تبدأ يحصلها disturbance تطلع مما كانها خلاص المهم ان الحتة الستة عندنا عرضة لايه اكتبها على كلمة obstetric complication mcq طيب انا لو جيت عملت للعيان ده cbc حلقة عنده ايه حلقة عنده increase في البلايتلت كاونت ياريت نزودها ان احنا عندنا increase في البلايتلت اللي بنسميها ايه thrombocysemia وكمان البلايتلت اللي موجودة عندنا دي بتكون ايه large bleated يعني كبيرة في الحجم خلاص كده وبس خلي بالكم زي ما اتفقنا ان هي بتكون ايه abnormal function يعني لما اجي عمل لها تست اسمه aggregation test يعني شوف البلايتلت دي هل بتقدر تأجريجيته ولا لأ والتست دي حتفهمه في المحاضرة مش اللي جاية لأ اللي بعدها لهم يستاتيك disorder هتعرفوا ان فيه تست بنعمله للبلتلت اسمه aggregation test لو عملته ولأ حلقين هو ايه defective يعني حلق البلايتلت دي ما بتعرفش تعمل aggregation حتى الان في المحاضرة دي اعرفوا لي بس كلمة ايه abnormal bleated function واكتبوا جنبها mcq طيب اخر سرطان موجود عندنا خالص هنتطلم عليه هو ايه هو سرطان اسمه primary myelophibrosis السرطان ضعبار عندنا عن ايه ان العيان سواء العيان اللي كان عنده polythysemia vera او العيان اللي عنده essential thrombocytosis لكن مين الاكتر عرضة اللي يجيله المرض ده اللي هو primary myelophibrosis يتحوله في الاخر الى primary myelophibrosis يعني ايه يتحولون primary myelophibrosis احنا اتفقنا ان المرضين دولت عبر عن ايه عبر عندنا عن سرطانات صحي كده بيكون فيهم uncontrolled proliferation of a of bone marrow stem cell bone marrow stem cell بتبدأ تطلع عندنا inflammatory mediator يعني تطلع عندنا حاجات mediators معينة بيعملوا inflammation والinflammatory mediators دولت بيروح يعملوا ايه بيبدأوا ان هما attract يعني يجذبوا خلاص كده مين attract and activate ينشطوا خلايا اسمهم ايه الخلايا دولت اسمهم الفيبرو بلاست يبقى حيبدأوا الحتة دي مش عليكم لكن بس المجرد الفهم عايز افهمكم ايه اذا حصل عندنا fibrosis يبقى حيبدأوا ان هما attract ويactivate مين الفيبرو بلاست سيل والفايبرو بلاست سيل بتبدأ انها ايه ايه الرول بتاعها انها بتطلع عندنا ها بتطلع عندنا collagen طب وايه الكلوجين اللي موجود عندنا الكلوجين ده هو مسؤول عن مين بيعمل ايه الكلوجين ده هو اللي بيعمل عندنا الفايبرو ستيشو خلاص كده فيعمل عندنا ايه تلايوفات التلايوفات دي هتحصل فين هو المرض ده كان اللي هو سواق ده ده فيه ان كنترول فين في البون مارو اللي طال عندنا انفلامتوري ميدياتور عملت اتراكشن يعني جذبت واكتيفشن لفايبرو بلاست سيل جوة البون مارو فانزلت جوة البون مارو فعملت تلايوفات جوة البون مارو فبقى البون مارو بتاعنا خلاص كده لو شكله عامل كده بقى فيه اجزاء في ايه بقت متليفة خلاص يعني ما بقاش نورمال فانشنينج سيلز النورمال فانشنينج سيلز عندنا اتبدله بايه اتبدله بفايبرستيشو خلاص فيبدأ البون مارو ده كمية البلات سيلز اللي بيتطلحها تبدأ انها تقل صح كده يعني العين ده بيخش في حاجة اسمها ايه في النهاية بان سايتو بينيا يبدأ يقل عنده بلات سيل اللي عنده تحولت لفايبرستيشو يقل عنده كمية البلات سيلز اللي بيتطلحها هيقل عنده كمية البلات اللي بيتطلحها فهيجيله ثرومبوسيتو بينيا هنفهم الكلام ده قدام ادي كده اول حاجة عايزكم تعرفوها طب تاني حاجة عايزكم تعرفوها ربنا سبحانه وتعالى خالق جوا جسمنا مخازن خلاص كده يعني دلوقتي احنا الطبيعي ان البلات سيلز بتتصنع في في عندنا ايه البلات سيلز طيب ربنا سبحانه وتعالى خالق مخازن تاني للإستامسل طيب والبون مارو ده موجود فين البون مارو ده موجود في في المضلة احنا عارفين ان البون متقسم عندنا الكورتكس ومضلة صح موجود عندنا في المضلة بتاع البون طيب في اماكن تانية بنسميها اكسترا مضلري يعني برا المضلة زي على سبيل المثال مين الليفر الليفر دي بيكون فيها استامسل خلاص كده بنسميها ليفر استامسل لما البون مارو بتاعنا يبدأ ان هو يشل يبدأ المخازن اللي موجود عندنا نبدأ ننشط الايه الاستامسل اللي موجودين في الليفر نقول لها الحقينا انقذينا ادقيت الله عندنا بسرعة لان احنا عندنا بان سيتو بينيا بيسموا الكنديشن دي ايه حاجة اسمها اكسترا مضلري يعني خارج المضلة اكسترا مضلري ايريث روبويس يعني تصنيع للريد بلد سيلز برا الايه برا المضلة بتاعتنا تمام يبقى دي كده اول حاجة موجودة عندنا طيب تاني حاجة عايزين نعرفها بقى ايه عايزين نقرأ بقى الكلام اللي انا قلته ده كله اول حاجة قلت لكم ان المرض ده هو عبارة عندنا عن ايه سراطون كاركترايز باي بروجريسي يعني بياسوق مع الوقت فيبروزس يعني تلاي وفقت بتحصل عندنا في البون مارو بتاعنا وبيكون معاها الايه ان يحصل عندنا هيماتو بويسز يعني تصنيع لخلايا الدم فين اكسترا مضلري يعني برا المضلة زي في الاستامسل اللي موجودة في الليفر او الاستامسل اللي موجودة عندنا في الطحال في الاسبلين بتاعنا يبقى كده حنط معاكم محاسبا معاكم الاحداث لما قلوكم ان العيين ده عنده تضخم في الطحال ماسيف سبيلو ميجلي ده نتيجة ايه نتيجة ان العيين ده عنده الطحال بيكبر عشان الاستامسل اللي جواه ابتدت انها تتنشط وابتدت انها ايه يحصل لها بروليفريشن في الطحال التده ان هو يكبر خلاص كده وادى ان العيين ده جيله ماسيف سبيلو ميجلي واثنين العيين ده عنده هباتو ميجلي طب ليه جيله يتضخم في الكبد لنفس الفكرة عشان الستامسلز اللي موجودة فيه حصل فيها بوروليفريشن خلاص كده طيب كلام جميل جدا طيب ركزوا معي بقى ده كده قلنا ان المرض ده بيحصل اكتر في الناس الالدر يعني الناس العاجيز وتلت الحالات بيكون عندهم بريفيس هستوري بوليسايسيميا فيرا أو إسانشل ثرومبوسايتوز يعني اتفقنا ان هم دول بيكونوا التريجرز اللي قدوا ان انا خش ب برايمري ميلوفايبروزيس فقال لك ان العيان ده هيجلنا عنده اعراض أنيميا فهمنا لأعراض أنيميا عشان حصلت لا يفات في البول مرة فنبدأش يصنع وبليدينج مانيفستيشن لان هنا قل الاربيسيز وهنا نتيجة قلة مين قلة البليتلت بتاعتنا فيبقى عندنا بليدينج مانيفستيشن ان البليتلت هين مسؤول عن السرومبوزيس ومسؤول ان حين ما جبناش نزيف وريبيتد انفكشن اللي عندنا كمية مين الواي بلوت سيلز بتاعتنا واتفقنا ان ده سرطان زيه زي اي سرطان فعنده هيبر ميتابوليك مانيفستيشن طيب العيان لما يحصل عنده تضخم في الطحال بيحس عندنا بيه بوجع لما تيجي تسأل عيان يقولك ان عنده حاجة اسمها دراجينج أبدومينال بين او بيسموها أبدومينال ديسكمفورت يلحسن في حاجة مش طبعية خلاص كده موجودة في الايه في الطحال بتاعة وبنسميها دراجينج بين يعني وجع بيشد التحت ادي كده اول حاجة اتنين ان العيان ده برضو عنده حاجة تانية اسمها ايه هو ايه اللي عندنا موجود حوالين الطحال الـ GIT فيضغط على الايه على الـ GIT فيجي لنا حاجة اسمها indigestion يعني عصارة في الهض وخلي بالكم ان الـ ده المين physical finding بتاعتنا عايز دكتور شوطر يوقف الفيديو ويفكر ايه في المحاضرات اللي فاتت وهي حساعدك وقولك في محاضرة الليوكيميا كان الـ كان مين physical finding وكان موجود في 60% من الحالق ياريت ترجعولها ده وجيت عملت العين ده CBC early حلاقي ايه حلاقي late count عالي ليه لان اتفقنا ان essential thrombo cytosis ده بيكون موجود الاول وهو اللي بيؤدي في الاخر ان احنا يجينا primary male fibrosis ممكن هو او ممكن primary ايه او ممكن بوليساسيميا فيرا لكن في الاغلب بيكون هو الاكثر شيوعا ان يكون موجود قبل primary male fibrosis طب ولو العين جالي ليت حيبقى انها دخلت في ايه حيبقى دخلت في مرحلة التلايفات ان حصل عندنا تلايف في البومارو فجلنا انيميا وجلنا اليوكوبينيا يعني الانيميا نقص الاربيسيم واليوكوبينيا يعني نقص white blood cells و thromboseytopenia يعني نقص bleated count بتاعي طيب حاجة اخيرة عايزكم تعرفوها هي ايه لما نجد نقطة بتاع العيال اللي عنده primary myelofibrosis بلاقي السلز بتاعته شكلها عامل ازاي بيسموها tear drop appearance يعني ايه شبه الدموع واحنا اتفقنا لما يكون الخلايا شكلهم يعني فيه كذا فيه من ضمن الخلايا بيكون اشكال شبه الدموع واتفقنا لما يبقى عندنا variation خلاص كده في shape بيكوننا بنسميه ايه boycoyleucytosis لو ترجع له محاضرة iron deficiencies anemia او محاضرة الثلاثيميا يعني لا ان الخلايا بيكون شكلها عامل ازاي عامل كده شبه الدموع tear drop appearance شبه الدموع طب ليه بتبقى tear drop appearance لان لما البون مارو بتاعنا يحصل فيه fibrosis يحصل فيه تلايو فات خلاص كده طبعا هو مش بيحصل فيه تلايو فات فيه كله في البداية بيكون فيه اماكن معينة بس منه الاستمثال اللي موجود عندنا هنا لما تبدأ انها تحصلها proliferation وتبقى بتطلع عندنا normal cell ال cell بتتضغط خلاص لما تتضغط وتبدأ تطلع تبقى شبه تبقى شبه tear drop appearance يعني ايه كلمة tear drop appearance يعني اتفقنا شبه مين شبه الدموع يعني بالمنظر ده طيب لو جيت عملت العيام بون مارو بيوبسي يعني خدت عينة من البون مارو وبصيت عليه فمرض البوليسيسيميا فيرا حلاء البون مارو بتاع بيبقى hypercellular يعني فيه انقسام يعني فيه خلايا كثيرة مقارنة لنفس البون مارو بتاع نفس السن ونفس السكس يعني لو جبت راجل عنده 10 سنين ولد خلاص وعنده بوليسيسيميا وجبت واحد ولد تاني وعنده 10 سنين وبرضو ولد خلاص وعنده ما عنده بوليسيسيميا يعني نورمال حلاء ان البون مارو بتاع مقارنة لي حلاء hipercellular واتفاقنا عندنا فانهي خطوط في التراي لينج يعني سترة خطوط والبون مارو اللي هم الاليثرويد خلاص كده والميلويد والميجا كاريوسيتك لاين بتاعنا تمام واتفقنا برضو ان جاكتوميوتيشن موجود في قد 90% من الرحلات بتاعنا وقلنا ان عندنا hypermetabolic زودنا تكسير الخلايا اللي هم السرطانية وعندنا موجود في تكسير الخلايا السرطانية عندنا LDH وعندنا مين يوريك أسد فلما يتكسروا الخلايا تكسروا يبدأ ينزلوا للدم فيبدأ الليفل بتاع يوريك أسد يعلق والليفل بتاع LDH بتاعنا برضو يعلق نفس الكلام بيحصل عندنا في ويحصل عندنا برضو في ال برايميلي ميلوفيبروزيس اتفقنا ان جاكتوميوتيشن بيحصل قد في حالات الأسانشل ثرومبوسيتوزيس بيحصل عندنا في 60% من الحالات وقد في حالات البراميلي ميلوفيبروزيس في 60% من الحالات الموجودة عندنا خلاص فاضل البون ميرو بيوبسي بتاع الأسانشل ثرومبوسيتوزيس حالق برضو انه هايبر سيلر ومع اكساسف بروداكشن لمين للميجا كاريوسايتس طيب لكن لو جيت للعين اللي عنده برايمير ميلوفيبروزيس حالق ايه بق عندنا في البون ميرو بتاعنا بصوا دا كتر حالق البون ميرو بتاعنا دا أولا لو جيت عملت له أسبريشن يعني دخلت إبرة جوه البون ميرو وصحبت حالق دراي أسبريت يعني لتيجت انه فيتال يوفيت عندنا في البون ميرو طيب لو خدت بايوبسي حالق هي فيبرو بصوا هنا مكتوبة من لغبطة شوية عايزكم تكتبون يعني مبكرا وليت يعني لما جي العيان في ليت خلاص كده حالق البون ميرو بتاعنا بيكون هايبر سيلولر ومليان ميجا كاريو سيط لان انتفاق ان العيان بيبقى في الاول عنده عنده إسنشل ثرومبوسايتوزيس طب ولما جي لوليت اتفاقنا انه ليت بيتحاول عندنا البرايمير ميرو فيبروزيس فالبون مربطة هيبقى فيبرو تيك هيبقى فيبرو تيك وفي ايه وفي كولوجين وريتيكلين ياريت نزودها يعتبر خلصنا الدرس وفضل عندنا التريتمنت لكن علينا نذاكر حاجة ساعات تيجي في القفك وهي وهي WHO Criteria يعني منظمة الصحة العالمية لما يجي لها شخص يشتكي من اعراض معينة تبص على Criteria معينة تشوف حال العيان فالفل Criteria ام لا فالفل Criteria تشخص مثلا في الكورونا يحط Criteria معينة عندنا حاجات بيسموهم Major Criteria هو ان العيان يجي لكمية الهيموجلوبين بتاعتكون اكتر من 16 ونص جرام برد في الرجالة او اكتر من 16 جرام برد في السيدات او ان كمية الهيمتو كريت باكتر من 49 في المية في الرجالة او اكتر من 49 في 48 في المية في السيدات او او كتجميعة ان عندنا Increase رد Cell Mass مش عليكم الارقام عليكم تعرفوا ان Reblet Cell Count بتاعتنا بتبقى عالية او ان مجلبين عالي أبو النورمال او الهيمتو كريت عالي أبو النورمال ادي كده اول Criteria تاني Criteria ان لو خدت من العين بول مربع يبصي حلق ايه Hypercellular ومن اللي فيه بروليفريشن Triline يعني ثلاث خطوط الارثرويد ومن تاني والجرانيولوساتيك والميجا كاريوساتيك علموني اعطلات كلمات دوله خلاص ادي كده تاني Major Criteria تانت Major Criteria ان العين عنده Jack Tumutation اللي قلنا موجود 90% محلات بتاعيتنا خلاص كده طيب دولة ايه انا لو عندي 3 Major Criteria اشخص العين ان عنده بوليس ياسين يا فيرا طب لو العين عنده 2 Major Criteria بس يبقى عشان اشخص محتاج ايه ادور على حاجة اسمها Minor Criteria اللي هم ايه لما اجي اقس عنده Serum إيرثروبويتين اتفقنا الإيرثروبويتين بيحصل في ايه في الناس اللي عندهم بوليس بوليس بي ال خلاص كده فلقي عنده Subnormal Serum إيرثروبويتين يبقى إيرثروبويتين بوليس 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 وممكن يبقى السؤال عليها قولي ال WHO Criteria او ممكن تتسألوا فيها وارد جدا بعد كده في الشوفه لكن بقيت Criteria حنعلم بس على الحاجات معينة اعلموا في مرض Essential Thrombocytosis هو اولا ان Blacked Count اكتر من 450 الف احنا هنعرف بعدك ان Blacked Count Normally يكون من 150 الف ل450 الف خلاص كده فالعين بتاعنا عنده Blacked Count اكتر من 450 الف يعني اكتر من Normal level ولو خطبوهم مارو بيبصي حلاقي فيه Uncontrolled Proliferation of Mean Mega Carrier Site line يريد تعلموا عليها ويقول لكم ان العين عنده Jacked To Mutation يريد تعلموا عليها بصوا على تالت Criteria دي بيقول بيقول لكم ان الشخص اللي موجود قدامك ده ما يكون ميتنج الكريتيريا بتاعت الامراض اخرى يعني ايه يعني عندما يجيلي ابدأ ادور فيه على الكريتيريا بتاعت من BCR ABL فاكرين انه مرض مين مرض CML Chronic Myelod Lyukimia ودور عليه على الكريتيريا البوليسيسيميا فيرا لقى مش عامل لهم فلفيل او يعني مش مجمحهم ودور فيه على الكريتيريا بتاعت Primary Myelofibrosis ملاقيش فيه الكريتيريا بتاعت الحاجات دي كلها فاقول ان العيان ده Essential Thrombocytosis خلاص طيب دلت كده Major Criteria طب ايه Minor Criteria ان العيان ده يبقى عنده حاجة اسمها Clonal Marker اعرفوها كاسم بس او ان العيان عنده ايه ما عنده evidence of other cause اكتبه كده فوق ايه for other cause of reactive thrombocytosis يعني ما عنده سبب تاني يخلي break count بتاعنا يبقى عالي طب انا عشان شخص العيان محتاج اربعة major criteria او محتاج تلاتة minor criteria ومعهم واحدة تلاتة major criteria قصدي ومعهم واحدة minor criteria طيب دونت ممكن تتسأل عليهم بس في MCQ بس نادرا ما تتسأل عليهم اخر واحد خالص هو مين هو الايه مرض بنسمين primary fibrosis ام تشخصه عايزكم تعلموني في criteria عن ان العيان ده عنده ايه ان العيان ده عنده presence of mean megacaryocytic proliferation وبعد كده late بيكون ايه collagen and reticulin deposition يعني عنده fibrosis fibrosis تلايو فات خلاص ومش بيمية الكريتيريا بتاعت الامراض الاخرى اللي هم زي essential thrombocytosis او polysosemia vera او مرض cml اللي خدناه المحاضرة اللي فاتت تمام وعنده jack to mutation وشكرا مش عايزين اكتر من كده واهم واحد هو من هو يتحفى الصم اخر حاجة فضلنا في المحاضرة دي هي العلاج التريتمنت علاج العيان بتاع ازاي احنا اتفقنا ان المرض ده سرطان malignancy طب لما حب علاجه هعالجه ازاي بدي ادوية اسمهم ايه chemotherapy يعني كيماوي خلاص طيب لكن بصوا في عندنا بعض العلاجات التانية اللي بعملها كحاجات تحسن الوضع الحالي يعني تعمل temporary relief يعني علاج مؤقت زي مين زي مثلا العيان اللي عنده بوليس السينيا فيرا ممكن يعمل حاجة اسمها كلمة فينيس ساكشن يعني بيسموها لها اسم تاني عشان ممكن بردو تتساءله عليه بنسميه therapeutic blood donation يعني ايه الكلمة دي يعني العيان بيتبرع بالدم ليه عشان بحاول ان اقل لزوجة الدم خلاص كده فكأنه بيتبرع علاجيا تمام ده امت بعمله يعني انا بحاول اقل لزوجة الدم بان انا اشيل كمية الاربي الزي 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 طيب امت انا بعمل كده بقى لو كان العيان ده سن صغير وعند ميلد دزي يعني لسه المرض الريد سيل بتاعتنا يعني مثلا واحد داخل عملية او حاجة ومحتاج الريد بلد سيل كون قليلة فابدأ ان اعمله رابد ريد ريد طيب وإيه الترجط بتاعي ان اخلي الهيماتو في الرجال اقل من 45% وفي السيدات اقل من 42% طب ايه تاني حاجة بدي ادوية اسمهم كيماوي كيمو ثرابي طب ادوية الكيماوي اللي موجودين عندها اللي نسميهم الكيمو ثرابي بتاعنا ايه الامثال لهم ده اسمه هيدروكسي يوريا تمام وده تاني اسمه بوسالفان خلاص وده بنستخدمه بس في الالدر وده تالت اسمه الفوسفرس ثرابي برضو بنستخدمه بس في الالدر وكتبه جنب تريك طب ليه الفوسفرس بنستخدمه هو والبوسالفان بس في الالدر لان احنا هنعرف بعد كده كتريك في الاخر اننا لو استخدمتهم مع السن الصغير في الـ يعني في الناس اللي صغير بيخلوا المرض ده انه يحصل له من كون بوليساسيميا فيرا يتحول عندنا الى لوكيميا يبال عين يجيله لوكيميك ترانسفورميشن يعني المرض يعني جرعة واحدة يبدأ يشفى يعني المرض يختفي المدى الثانتين طب عندنا دوتاني رابع ممكن استخدمه اسمه انترفيرون الفا وده بيستخدمه اكتبه هنا جنبه مع الـ خلاص كده مع الـ حاجة الحكة التي تبقى عندنا نتيجة بيزوفيليا وبيبقى جود مع الحوامل طب ممكن استخدم أدوية انهيبشن للجاكتو الذي حصل عندنا فيه ميوتيشن وكان سبب المرض مثل الرجسي لتنب وممكن استخدم الاسبرين لان اتفقنا ان العين عنده زيادة في الزوك الدم فعنده عرضة ان يجيل ثرومبوزيس وممكن استخدم دول الجاوت مثل الالوبورينول تمام طب لو كل العجات التي فتت فشلت ممكن نعمل عندنا بونمارو ترانسبلانتيشن وعلى فكرة الحاجات دي كلها ممكن استخدم هم عندنا برضو في الاسنشل ثرومبوسايتوزيس لانه عنده جاكتو ميوتيشن فاستخدم جاكتو انهيبتور ولانه عرضة برضو ان يجيل جلطات فاستخدم معاه الاسبرين وباستخدم الالوبورينول لانه عرض ان يجيل جاوت ولو كل الادوية الميلومين فيبروزيس اللي موجود عندنا تمام طيب بصوا معها ده كتر طب العيان اللي عنده اسنشل ثرومبوسايتوزيس ممكن عمله علاج مؤقت اه بنسميه شورت تيرمى منجم اننا نعمل ايه اسحب دم العيان واشيل بليتلتس اللي فيها اسمها بليتلت فاريسز اسمها ايه بليتلت فاريسز اودي ادوية تنهيبت البليتلت برودوكشن زي مين دو اسمه الاناجريليد او دو تاني اسمه الهايدروكسيوريا او دو تالت اسمه الالفا انترفيرون ودولت برضو بيجو في الامس كيو اولو زا فولوين اردرقز زاد كريز البليتلت كاونت اكسبت وحط لكم التلاتة دولت ومعهم اي دو تاني وهو ده المطلوب انكم تختروه اعرفوا معايا ان العيان ده اهم مشاكله ان يجيله ايه جلطات خلاص كده او ان كمية البليتلتس اللي عنده عالية فعشان كده انا بديله مين اسبرين بديله ادوية اسمهم ايه اسبرين الاسبرين ده التريتمنت او فتشويس ليه لانه بيقل الكمية السرومبوزيس الجلطات اللي موجودة عندنا فهو يبعلموا على كلمة النوع التريتمنت فتشويس انه بيجي في الامسكيو بيستخدمه امتى لو كان السن عندنا اقل من ستين سنة او واهم حاجة ان العيان ده ما يكونش عنده بريزيس هستوري أو فهموليج يعني ما جالوش اي مرة نزيف قبل كده لان احنا اتفقنا ان العيان بتاعنا ده بيكون عنده ايه بيكون عرضة ان يجيله نزيف خلاص كده ويجيله سرومبوز الثان فلا هو بس يشتكي من سرومبوز اتديره اسبرين لهو جالو نزيف مش هتديره ابدا خلاص كده اسبرين لان اسبرين ده بيزود ايه نسبة ان يحصل عندنا نزيف ومش بديها لو كان البيت كونت كانت ايه اكسبت لو كانت البيت كونت اقل من ايه اقل من 100000 خلاص اقل من 1000 تسوي 1 مليون خلاص يبقى بص الكريتيريا لازم يكون عيان سنه صغير عشان يدير اسبرين ما يكون عنده بريف هستور يكون بليك التكاونت اقل من كام اقل من مليون طيب بالنسبة عن لنا المرض البرائمري مييل وفايبروزيس برضو ممكن ندي حاجات تبقى بنسميها شور تترمى مانجمنت يعني تسيطر على المرض لفترة قصيرة زي ايه لو نعني عنده انيميا انقل بلود او بلود ترانس فيبقى في بلود سيلز وفي بليك لدي بلود سيلز ادي لبون مارو ستيمولانت زي مين زي الفوليك أسد او زي الاليثرو حاجات بتستيموليت تصنيع الري بلود سيلز او الري بلود سيلز او بليك لدي وممكن ادي ادوية بس هنا لأي عشان تكون ترول تضخم الموجود عندنا في الطحال زي دول هيدروك سيورية او اعمل اشعاع للسپلين الكبيرة او اشيد الطحال كله سپلين اخر حاجة فضللنا في الجدول الكمبير بتاعنا هو الكورس والبروغنوزز بتاع المرض بتاعنا عايزكوا تعرفوا ان مرض البرايميري ميلوفايبروزز الميدين سيرفايفل يعني قد ايه العيان متوسط انه ممكن يعيشه من 10 الى 16 سنة ادي كده اول حاجة ونسبة ان المرض البرايميري ميلوفايبروزز يتحول عندنا الى سوري المرض البوليساسيميا يتحول البرايميري ميلوفايبروزز بيحصل في 30% من الحالات بتاعتنا ونسبة انه يقلب عندنا الاخيوت لوكيميا بتحصل في 5% من الحالات بتاعتنا تمام وعرفنا ان استخدام ادوية زي الفوسفرس 32 او البوسالفان مع اليونج بيبل بيعمل عندنا ريسكو في لوكيميك ترانسفورميشن دي كده اول حاجة طب تاني حاجة نعرف هو مين مرض تاني اللي بنسميه الاسنشل ثرومبوسايتوزز عرفوا ان المرض ده بيكون استيشنري يعني ماشي بايه بكورس ثابت او كورس هادئ خلاص كده لمدة من 10 لعشرين سنة المرض بتاعنا بيكون استيشنري يعني ثابت وبعد كده ممكن يقلب عندنا بعد اعوام كتير تمام ونسبة انه عندنا اكيوتلوكيميا قد ايه فاقل من 5% من الحالات اكتبوا جنب المرض ده انه عنده احسن بروغنوزز يعني عنده احسن اوتكم اخر حاجة عندنا هو مرض البريميلي ميلوفيبروزز يعرفوا ان العيان يعيش بتكون قد ثلاث سنين ونص سبب الوفاة عندنا هو سبب هذا احنا عارفين ان العيان عنده عنده انيميا صح قال عندنا red blood cell ولما red blood cell كانت يقل عندنا oxygen carrying كباستي بتاعتنا كمية الاخسوجين اللي بتوصل للأورجنز اللي من ضمنهم القلب فالقلب ده يخش عندنا في heart failure وقال عندنا y blood cells بتاعتنا فالعيان ده عرض ان يجيل ان infection عدوى وحصل عندنا حاجة ثالتة اسمها ممكن عنده leukemic transformation طيب زي مثلا ايه ممكن لقلب عندنا acute myeloid leukemia في 10 20 percent of the cases في 10 20 في محالات ممكن لقلب عندنا ب AML اكتبوا جنبه ان ده worst prognosis يعني اوحش prognosis موجود عندنا اخر حاجة فضللنا بقى شوية نوتس الدكتورة زودتهم في المحاضرة يعني الهموغلوبين concentration above normal level for agent 6 يعني زيادة الاربيسيز او بمعنى اضق زيادة مين الهموغلوبين طيب ونقسمها ايه نوعين اما ان نسميها absolute او true polycythemia او حاجة تانية منسميها pseudo polycythemia او polycythemia الكاذبة او relative polycythemia طيب true polycythemia ده بتكون ايه اما انها مين اللي يزود عندنا هنا قلنا البوليس السيمياذيرا او انها تبقى secondary يعني نتيجة ايه مشكلة موجودة عندنا خارج موجودة عندنا خارج البولمرو زي ايه اننا زودت اطلوع الاريثروبويتين احنا اتفقنا ان الاريثروبويتين زيادة تصنيعه ياما حيزيد نتيجة ان فعلا الجسم محتاجه يعني في حالات pulmonary disease او alveolar hypoventilation ادي كده اول syndrom وتاني حاجة لو حد عنده congenital cyanotic heart disease يعني حد عنده مشكلة في القلب بتاعه خلاص كده اللي هو زي مثلا ايه اللي كان بيجي لهم سيبتل ديفاكت او الحاجات دي اللي بتخلي الدم انه هو لسه ايه 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 يخش عندنا على ويطلع عندنا systemic secretion فيقدل hypoxia او لو ناس عندهم ايه syndrom اسمه familial polycylsemia وده بيكون syndrom characterized by increased affinity يعني الهموجلوبين بتاعنا عنده affinity يعني بيحب الاكسجين بكمية كبيرة خلاص عندما يروح للتيشوز ما يسيب الاكسجين هناك فنتعرض لhypoxia فيزيد عندنا تصنيع الاليرثروبيوتين ده بنسمي appropriate increase of erythropozyn اليرثروبيوتين عندنا زاد بكميات ونفع للمحتاج او عندنا حاجة تسميها inappropriate increase erythropozyn يعني زاد نتيجة مشكلة المشكلة تبقى موجودة عندنا في الكلى بتاعتنا مثلا مرض hydronifrosis او مرض renal artery stenosis يعني ضيق renal artery بتاعنا او renal cyst او renal carcinoma تمام التلات حاجات يزود اطلوع اليرثروبيوتين من الكيدني او في بعض السرطانات التانية بتزود عندنا اطلوع الهرمونات ومن ضمنهم اليرثروبيوتين زي اليوترين فيبرو مايوم ورم بيحصل عندنا فالرحم اسمه الورم الليفي او ورم بيطلع عندنا في الكبد اسمه الهيباتوسيلول الكرسينوم او ورم عندنا يطلع عندنا في السريبيلوم سريبيللر هيمانجيبلستوم كل دولك بيزود عندنا تلوع اليرثروبيوتين تمام يبقى العيان عنده ايه العيان ده نتيجة مشكلة موجودة في الكلى او نتيجة مشكلة موجودة عندنا في سرطانات سرطانات تانية بتزود عندنا عشكوا تعرفوا انواع السرطانات اللي بتزود تلوع اليرثروبيوتين لان سعاد بتجيلكم في الامسكيو عندنا كونديشن تاني بنسمي ريلاتيف بنسمي ريلاتيف بوليسايسيميا او بنسمي ايه سودو بوليسايسيميا يعني العيان ده عنده الري بلات سيلز احنا عارفين البراد متكون عندنا من جزئين من سيلز و بلازمة طيب لو العيان فقد البلازمة بتاعته خلاص كده لما ما يفقد البلازمة يبقى كمية الخلايا ريلاتيف يعني مقارنة بالبلازمة حصل لها ايه زادت طب وإيه اللي يعمل كده الجفاف زي مثلا لو حد مشرب مية او عنده قيئ كتير او حد خسر بلازمة زي مثلا في الحروق او في الاسهال الشديد جدا الان يعمل عندنا ريلاتيف بوليسايسيميا ادي كده ستعمل عندنا ثرومبوسيتوزيز يعني زيادة زيادة ممكن انها تكون حاجات عندنا برايمري وممكن انها تكون عندنا حاجات سكندري نبدأ بالحاجات عندنا مرض البوليسايسيميا فيرا او مرض مرض ميرو ميرو سيكون ميرو مرض مرض ميرو مرض مرض تكون مرض زيادة ثرومبوسيتوزيز يعني حصلت زيادة نتيجة امراض اخرى مثلا ايرن ديفيشينسي يكون مع ثرومبوسيتوزيز عندما احد تعرض لعملية يكون مع ثرومبوسيتوزيز عندما يفقد الدم يكون مع ثرومبوسيتوزيز عندما يبدأ انه يقل عنده هايبوسفلينيزم او عمل سبليل اشار الطحال يجيلي ثرومبوسيتوزيز لو حد عنده فسكولايتس او مرض اسمه او ادوية معينة مثل الفين كريستين او ماليجنانسيز كل دول يزوط لدي بيك كاونت مش عمل ان يحفظ احفظ اثنين او ثلاثة كل احد ينائل حاجات السهلة بالنسبال يحفظ هم خلاص كده لان ممكن تجيله في القوسكي عين عنده ثرومبوسيتوزيز ويقول ايه الاسباب اللي تعمل عند العين ده ثرومبوسيتوزيز فساعدت هيقول برايمري او يقول ثرومبوسيتوزيز وكده تبقى انتهت المحاضرة بتاعتنا